مؤتمر الصحفي لماكوينة مدير الفني لجنوب أفريقيا ويمكن اللي قاله في المؤتمر الصحفي فيما يتعلق طبعا بمواجهة النادي الأهلي بطل القرى يمكن متشابهي لحد كبير جدا اللي قاله لصحيفة سوكلا دوما الجنوب أفريقيا الراجل حقيقة بيحاول يعني في رأيي انه دي تصريحات هدفها كده نفسي أكتر منها فني يعني عمر بيخدش في تفاصيل طبعا فنية لكن يعني الرسالة اللي عايز يوصلها أنه بيتسو موسيماني ما يعرفش حاجة عن سانداونز يعني سانداونز اللي كان عايش فيه واللي كان حفظه وعرف تفاصيله وعرف إمكانيات لعابته مش هو سانداونز اللي هلعب قدام النادي الأهلي النهاردة والدليل على حسب كلامه يعني زي ما حضراتكم سمعتوا أنه بيقول لو بصيت للاعبي فريق سانداونز الموسم اللي فات وبصيت للفريق النهاردة أو اللاعبي الفريق النهاردة تلاقي تقريبا فرقتين مختلفتين لكن لو كلمنا كورة يعني أنا مع كامل احترامي وأنا متذكر تماما سانداونز السنة اللي فاتت أنا شايف أنه سانداونز السنة اللي فاتت يمكن من أقوى أقوى الفرق اللي واجهها وأصعب الفرق اللي واجهها النادي الأهلي في بطولة أفريقيا نحن لعبنا الترجي والترجي طبعا فريق من الفرق الكبيرة جدا على مستوى القارة ولعبنا كايزر تشيفز وهو جنوب أفريقي كمان ونجح في الوصول للمباراة النهائية ونجح في الوصول للنهائي على حساب الوداد المغربي وواحد من أقوى فرق أفريقيا لكن يا فرق سانداونز نسخة الموسم الأخير كانت واحدة أنا بيتهيقل يعني كانت أقوى فريق موجود في البطول مع سينبا التنزاني للأسف يمكن نقص الخبر عنده ما مكنوش منه هو يتجاوز كايزر تشيفز لكن فتكره كويس أوي مطش القاهرة فرق أرهقتنا ولعبة كورة على الأرض وفرق عندها قدرات هجومية كبيرة جدا لما يجي قارن سانداونز دي نسخة دي اللي جات لنا هنا القاهرة أقوى صحيح كسبناها 2-0 في الوقت ده وكان مباراة تكتيكية من أحسن المباراة اللي قدرها فنيا مستر موسماني لكن ككورة لا تقدر تقول أنه كان خص معانيد جدا وصعب جدا حتى رغم خسارته 2-0 لكن سانداونز السنة دي لا قصة غير يعني ما شفتش من سانداونز لا قدام المريخ ولا قدام الهلال اللي يقول أنه سانداونز مكشر عن أنيابه ممكن عشان مستوى المنافسين في بعض الأوقات اسم المنافس بيستفزك في بعض المواجهات بتلعب على قد مستوى الخصم اللي قدامك زي مثلا ما الأهلي لعب مع الهلال في السودان في ظروف معينة ما طلعش أقصى ما عنده لكن النهاردة ممكن تشوف سانداونز غير على كل أحوال هي مباراة صعبة خارج الحسابات والتوقعات زي ما قلت لحضراتكم لكن إن شاء الله بإذن الله أملنا كبير جدا وبطالب الجمهور بالمناسبة إحنا بقالنا كتير قوي يعني بقالنا كتير مش فاكر إمتى يمكن أمم أفريقيا لإستضافتها مصر مثلا دي آخر مرة شفت عدد كبير جدا من الجمهور في المدرجات النهاردة خمس سلاف يعني رقم طبعا ما هواش عظيم قوي بس مقارنة بالأرقام اللي إحنا بنشوفها في ملعبنا يعتبر رقم كبير مشوفناهوش بقالنا فترة طويلة أتمنى وإذا كان الألف في مطشاط الأهلي بترج الملعب والأستاذ يبقى مستنين من خمس سلاف النهاردة كتير إن شاء الله ويكون ليهم دور في مساندة الفني بالمناسبة